السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سوف نقوم بعمل حامل التلفون بقطع الكرتون فقط لغير عرض 20 سنتي في 8 ونصف كل اللي هنستخدمه مع كطر عجب بسيطة كده هتشوفوا يلا بينا هنرسم بنفس الشكل كده ناكس الجنب الثاني وهنجيب الكتر وهنفرق وهنتنها زي ما انتم شايفين كده هدارككم ولو فيها حاجة ممكن نسويها بالمص لكي تبدأ بس شكل جيد واصبح ان احنا عندنا الحامل الآن من نفس الشكل سوف نعمل شكل الظريف وما يخيش حاجة بسيطة فقط الكرتون فقط 8 ونص عرض 20 سنتي وممكن نزواها بأي حاجة عندنا ممكن نعملها بينا هنزاها ونرجع لكم مصبح الحامل بتاعنا بنفس الشكل كده غيرنا شكله بقى متهيق لكده شكله أشيك وكده وكده اصبح الحامل بتاعنا جاهز من نفس الطريقة وهي رأيكم حاجة شكلها جميل جدا على وسيطة فهاش اي حاجة حامل التليفون ده هنستخدم له أربح قطعة من الكرتون أول قطعة 11 سنتي في ستة ونص وثاني قطعة 10 سنتي في ستة ونص وثالث قطعة خمسة ونص في ستة ونص وربح قطعة 2 سنتي في ستة ونص القطعة دي هنشطفه على شكل زاوية خمسة واربعين وكذلك القطعة ديت هنشطفه على زاوية خمسة واربعين وهنبدأ نلزق الحط الصغيرة دي كده بنفس الشكل باستخدام مسدس الشم وهنلزق كويس وهنلزق قطعة خمسة ونص في ستة ونص دي هنبدأ بنلزق الحطة العاشرة سنتي في ستة ونص وهنبدأ بنلزق الحطة العاشرة سنتي في ستة ونص اما حاجة نتأكد ان هي ملزقة تمام كويسة عشان يبقى شغلنا كويس ومايفكش وملحوظة كده على السريع انا بستخدم الشمع اللابد الشفاف ده ده انضف شمع في الشغل ونجيب التليفون ونحطه على الحامل بتاعنا شغل بس ايه رأيكم تمام ممكن نحطه على الوضع ده تمام حاجة بسيطة وباستخدام الكرتون بس والشمع نفرج عليه على راسي او افقي ومعنا الحامل التالت ده هنستخدم له سبع قطع من الكرتون اول قطع اثناشر سنتي في اثناشر سنتي على شكل مسلس بنفس الشكل ذا كده وهندورها من الجانب ده ممكن دوران او مدرج على حسب الشكل اللي عجبنا اه كل واحده راحته باستخدم الكتر هنستخدم القطع التانية ده احداشر سنتي في ستة ونص وقطع سنتي في ستة ونص وقطع اثنين سنتي في ستة ونص وذومت اللي هيشيلو حامل التلفون بتاعنا هما ذومت اللي هيشيلوه وقطع اثنين سنتي ونص في اربعة ونص وقطع دوران بنفس الشكل ذا من تحت سبع سنتي ومن فوق اربعة ونص وارتفاح تمانية ونص ونرزل الحتتين السنتي ونص في اربعة ونص هايبقوا من فوق بنفس الشكل ذا باستخدام الشمع ودومت عشان يشيلو حامل التلفون الفغاني جزء الفغاني اما حاجة هنلزقهم كويس عشان الحامل ده بيبقى طاير لازمان يبقى ملزقه كويس عشان التلفون ما نوعش وهنلزق له الحتة الدوران على القاعدة بتاعتنا بنفس الشكل كده وعلى كده هنلزق الحتة السنتي قطعة حداشر سنتي في ستة ونص ودي اللي هيحمل عليها التلفون وبعد كده هنلزق الحتة اللي اتنين سنتي في ستة ونص عليها كده عشان التلفون ما وحش دي اللي بتحمي التلفون حاجة زي التلفون وعلى كده هنلزق الحتتين بتوعنا الصغيرين سنتي ونص في اربعة ونص يبقى مؤسسين على نفس الشكل الدوران من فوق عشان ما يبقاش في زيادات في الحامل شكله وحش وهنوزن الحامل بتاع التلفون بتاعنا عشان ما يقلبش برضو ونتأكد ان هو لزق تمام جامد نصبر عليه شوية ما نحطش علي التلفون على طول من غير ما نتأكد ان هو لزق وبقى تمام وبعد تده هنحط التلفون اهرأيكم نتفرج عليه ورأسي وقفقي حاجة جميلة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل اشتركوا في القناة